مشاهدينا مساء الخير اهلا بكم لقاء متجدد على توجه بالشكر لكل حبيبي واخواتي ومشاهدينا وزملائي التواصلوا وسألوا كل هذه الفترة ان شاء الله اعيدكم ان انا احسن كثيرا من الاول ودائما وابنا الرضا يمنع ويرضى الانسان كثيرا بالبلاء عندما يرضى او الابتلاء وفي الابتلاء رضى ربنا بيرضى ويرضى عليكم وعلينا ان شاء الله حلقة جديدة في قضايا ساخنة فيش حد في الدنيا ما بيتكلمش عن ارتفاع الاسعار وعن الصناعة وعنها المخرج وعن المصدرين وهم برضو سمام الامان وهم الامن القومي في اشياء كثيرة جدا في معوقات او في معوقات بنحاول او بنحاول ارتفاع الدولار مازالة مستمر والناس كتير جدا عندها حاجات واقفة واتلغى الدولار الجمركي لكن في ناس بيجي لها حاجات يعني ابسط حاجة الخيش الا بكتات اللي احنا بيحطوا فيها البصل عشان يتصدر والحاجات دي التخيلوا احنا عندنا بعض المهام التكملية اللي بنجيبها عشان نعمل التعبات بتاعتها ونصدر يعني في حاجة صناعات تكملية حاجة مستمرة على حاجة احنا فين من كل هذا اكيد القائمين على الامر مش التنفيذين فقط انا ما بعتبرش ان التنفيذين اصحاب قرار فقط لان اصحاب المهن واهل الصناعة واللي على ارض الواقع وانا بيبقيتها ناقش استاذنا الفاضل لما بيقول انا في السماء الالكتروني اذا لم اكن في الواقع لن استطيع ان واكب السماء الالكتروني ولا التجارة الالكترونية اذا لم اعرف مستلزمات كل مجتمع والشريحة الذي اخاطبها ومشاكلها وقضاياها فكل ده هنعرفه واكتر في لقاءنا الان في قضايا ساخنة مع الاساس بحيري احمد بحيري رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية اهلا وسهلا بحضرتك وبساعدنا ان يكون معنا الاساس المهندس خالد محمد خالد خبير التجارة والتسويق الاكتروني اهلا وسهلا بحضرتك وبساعدنا ايضا ان يكون معنا الاساس صلاح مصري رئيس شعبة الاقمشة والمن سجاد بالغرفة التجارية اهلا وسهلا بكم نورتونا وشرفتونا في البداية نبتدي منين طب انا مش عارفة نبتدي منين كلكم كوكبة رائعة وكلكم مكملين لبعض بس انا كنت اتخيل ان المصدرين مع ان دومش مشكلة فالاساس بحيري قالي لا اه انا بقول ان المستوردين لان الاستيراد اتمنع والدولار بقى يعني في صداق غير عادي ونهاردة انا سمعت حد بيقولون الصرافة هتفتح ان المكاتب هتبقى مفتوحة فيما بعد محقيقة كل هدي الامور اه نقول بس اهم حاجة ان احنا بنشجع وبنشجع من كل قلوبنا ومن صميم قلوبنا المنتج المصري بس المنتج المصري ايشتغل ازاي غير مواد خامة غير صناعات تكملية واكتر حاجة بتوعيني هي الملابس والمنسجات عندنا قطن وعندنا ازواء ودلوقتي انت تقدر تجيب كل الصيحات العالمية بالتكة واحدة وتقدر تصدروا كل حاجة لكن في صناعات تكملية مش لاقينا يعملوا ايه بسم الله رحمة الرحمن الرحيم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا نور طول مسعيد اه اه شرف لي فاند تشريف حضرتك معنا اهلا وسهلا بيهم الموضوع ككل اه هي ازمة عالمية على الاعالم كله يعني عند حضرتك الامح زاد الدعف اعالميا ايوا بس احنا مش هنقدر نقول انها ازمة عالمية ونسكت ازمة عالمية الناس بتعمل لنفسها حلول ازمة عالمية وفي زروف مرتبات مختلفة ازمة عالمية وفي اه اه عندي انشورنس صحي وعندي اه تعليم وعندي لا احنا ازمة عالمية بظروف مختلفة مختلفة في مصر. طبعا يفعل كل عمله في سهل الله عملكم ورسوله العمون. واحنا لازم نشتغل ونجتهد ان احنا نوصل لمية مليار دولار صدرات مصرية للخارج زي ما قال معالي رئيس وان احنا بنستورد حوالي سبعين تمانين مليار اه خامات من برة. فطبعا المبلغ مش كنت عادل عالي جدا اكتر ما احنا بنصدر. فسيادتك اه فيه اسباب عالمية قدت الايه للرقود اللي احنا فيه. اه اسباب عالمية طبعا منها حرب اوكرانيا. وطبعا قبل منها. خلينا بلاش نتكلم في القمح. خلينا نتكلم في الاقمشة. والمنسوجات. مصر يعني احنا طبعا في مصانع كتير قفلت. الحرير الصناعي والمحلة ابتدت عندها مشاكل وكل هزيه الاشياء. دي المصانع الكبرى. فما بالك بالمصانع الصغيرة اللي احنا بنقول الموازية. عاملين ايه في وقت. في عندنا قطاع الاعمال حاجة. وقتاع الخاص حاجة. اه. المفروض ان يتعاون القطاع الخاص مع القطاع العام مع بعض. مع الحكومة مع بعض. عشان نوصل لمرتقى. نوصل لزيادة الصدرات. الاتنين يتعاونوا مع بعض. وبعدين كمان بالنسبة للمصدرين. بيبقى في مشاكل ان هما ما بيأخدوش الدعم فوري. بيأخدوا الدعم على مراحل. دي حاجة. الحاجة التانية. الملحقين التجاريين في الخارج. لازم ندعمهم بخبرة واقتصاديين. معهم في قلب الملحقية التجارية. يعني انت عندك ستين حوالي ستين مرحق تجاري في العالم كله. ما بين اسيا وما بين افريقيا وما بين شرق شرق اوروبا وما بين اوروبا. حوالي ستين مرحق تجاري. فدولة محتاجين ناس تساعدهم من الغرف التجارية وناس اقتصاديين يساعدوا المرحقين التجاريين دول عشان يحطوهم تصور كامل. طيب ده تصور حضرتك. انا بقى هاخد من كلام حضرتك عن الملحقين التجاريين واسأل بقى صاحب الفضاء اللي بيقولي انا برا. طبعا. باش مانس خالد. الملحقين التجاريين ودورهم. هاي يعني بيؤدوا دور بشكل جيد ولا وحضرتك مطلع اكتر على التجارة الالكترونية. هو الحقيقة للتجارة الالكترونية والتسويل الالكتروني. هو اه انا مش عاوز اقول اه اه بديل الملحقين التجاريين. يعني ما فيش حاجة ما فيش حد في العالم دلوقتي بيشتعل على الارض. نهائيا. لما بنيجي نقول امريكا يعني بنقول امازون. لما بنقول الصين يعني بنقول علي بابا. ما بنقولش ارض ولا بنقول اي شي. لما بقول روسيا بقول يانديكس. طب لما بقول العرب بقول ايه? مافيش. فالنهاردة لما بنيجي نقول احنا هنعمل موقع مثلا زي علي بابا. بيبيع في الشهر مثلا بتمانين مليار دولار. طب احنا فيه من الكلام ده. ما عملناش لي موقع. صندوق عربي. يعمل موقع واحد فين. طبعا في موقعين. ما هو انت حضرتك. اه. 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 ادي اللي عملوا وهاربوا وخدوا فلوس. لا 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 ده موضوع تاني. ما ليش يعني اه. لا هو اتعمل. لا بس اتعمل. لا ده موضوع تاني. وقاله خمس سنين. والناس حطت فلوسهم وقالوا ان هو هو حيمشي. ده موضوع تاني. ده عشان كي بقولك. لازم نتكلم على ارض الواقع. بصة. يعني احنا ده موضوع تاني. خصوصا قريب. اه. اه. خدينا نتكلم على الحاجة القريبة من علي بابا وامازون واي باي. ما هو التاني عمل بياس. لا لا خالص نهائيا. ليس له علاقة. ليس له علاقة. هذا الموضوع ليس له علاقة. تمام? حتى الان لن يصدر على فكرة انا لو دافع عنهم. لن يصدر ايه اللي حصل بالزبط. هل هو سياسي? هل هو اقتصادي? لا على فكرة هم يعني يعني احنا الهدف بتاعنا دلوقتي. حاجة يعني ان احنا نسوق نفسينا. ان احنا نقول فين احنا من علي بابا والمواقع العالمية اللي بتبيع منتجاتها اللي بتصدر منتجاتها. اه. يعني النهاردة انا الحقيقة يعني شايف ان انا اه يعني انا باتكلم النهاردة على تنشيط الصادرات المصرية. اول العربية. ممكن اسأل سؤال بدون بس ما ندخل في ان احنا نقول اسماء مواقع. انا عارف انهم مش محتاجين. لا لا مش عايزة اسأل حضرتك. اه يعني هل دي مواقع حكومية? ولا مواقع صاحبة افراد? عشان نتحدث. نعم. على ارض الواقع برا. بالزبط كده. مفيش موقع في العالم نجح عمل حكومة. خلاص. احنا يا بقى. ده رقم واحد. خلاص كده عشان بس. يوم المخصنين جم يعملوا كده. اه. حصلت المشكلة واخدوا فلوس الناس ومشي. لا. اه. يعني ده موضوع جيه في التلات سنين اخر ده. لقصة كده يعني يعني مش حاوزين ده بالذات نتكلم عليه. طب فيه اه غيره على فكرة وهيجة. اه. بس حارك يعني قلت نسكر اسماء. اه. يعني في موقع مشهور جدا في الدول العربية. ده مش مصري. اه. ده الماني. اي. خلاص? ده اصلا الماني. وصاحبه صديقي. حنقدر بنتكلم على حضرتك. تنشيط الصديرات المصرية عن طريق التجارة للتورنية. ده عن هوين ان انا بتتكلم عن هنا. اي. ازاي اسوأ منتج مصري بالتجارة للتورنية. وازاي ان انا ازيل المعوقات والتحاديات القدامي عن طريق التجارة للتورنية. ومش عاوز اقارن بدول انا اروح تمامية وعشرين دولة. تماما ست سنين في امريكا وعشرين سنة في الصين واوروبا. وعارف كل دولة بتشتغل ايه في التجارة للتورنية وازاي اصبحت دولة عظمى من خلال موقع واحدة. طيب النهاردة حارك ايه هل احنا عندنا قسم لصناعة البراندات في وزارة في وزارة التجارة والصناعة? اه. موجود? بيعمل ايه? هاتي لي براندة واحد مصري. هاتي لي براندة واحد. لا 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 لا. بس لا يعتمد على وزارة الصناعة والتجارة. بل يعتمد على شباب مصري خالصا. لا عندنا عندنا احنا عندنا ماركت شنط بقى البراندة عالمية وتبيع بارقام كويسة جدا. لا بس فين دعم الدولة ليهم? انا لا اتحدث عن انه لا نحن عندنا وعندنا وعندنا. عندنا صناعة مصرية. بس انا محتاجة كمان يعني ازا كنت انا موزعة شطرة فانا محتاجة التلفزيون يدعمني في اشياء كثيرة. تمام. في تسويقي. انا كامل صبحي. بس فوق ايا دي الاشكالية. عندنا مش ما عندناش. هاي. عندنا صناعة مصر وعندنا شباب بيعمل براندات وبيعمل نعم. نعم. خاص بي. مصداقا لكلام سيادتك انا زبوع اللي خات كنت في احد الدول الاوروبية ودخلت مصنع صناعة الجلود. اه. تمام? ما هوافزه كده وبتاعة. ما تفرج عليه. فالجلد عجبني جدا. جدا. اكتشفت انه مصر. بقولوا انت بجيب من ايه? الجلد ده من ايه? ده. انا رفت الصين والعالم كل عمري ما شفت جلد زي ده. الشنط يا فندم. اه. اللي بتتبقى باستين والف جنيه. باستين الف جنيه وخمسين. من مدابد. لا. من مدابد. لا المكالم على الجلد. لا لا. انا بكلمك على الماركات العالمية اللي المصريين اتضربوا بيها. فجأة من غير اي مناسبة. اه بتقشر. لو حطيتها. انا اللي اعرف. انا بكلم على الجلد المصري. بالشنط. اه. تخيل حضرتك اما السيدات. يتباهب انها جابت شنطة باربعين وبخمسين وتلاتين. نعم نعم. وتفاجأ حضرتك ان الشنطة دي. لو خزين تالس سنة جابت اشتر. في مع في في يعني. في حين. نعم. ان احنا لدينا جلد مصري. الشنطة احنا نموت وهي عايشنا. هي بقى السؤال هنا حضرتك بقى يمكن برضو الاستاذنا هيجوب عني. السؤال هنا بقى. هم بياخدوا الجلد المصري من مصر. اه. تمام? وبيصنعوه برا عندهم في اوروبا. اه. وبعاكين بيتعامل بقى مركات عالمية. والله ابدا. بيعملوا بس بالسكاي. ها. لا لا مش بالسكاي. لا. انا بكلم على الجلد المصري اللي بياخدوه من مصري استاذك. لاتي حاجة تانية. اه. ما انا بقول لي. الهند ميد ده اللي اه هو اللي يعرف ويقابل. لا مش الهند ميد. انا بتكلم على المدابغ الجلد اللي في ارض المدابغ في القاهرة. جلد الجلد. واسكندري فيها مدابغ. انا بتكلم على المصنع اللي دخلته في المانيا. قال لي ان انا بجيب الجلد من القاهرة. معناها ايه? معناها ان احنا انا اسف في اللي اللي هقوله ما عندناش فينيشنج كويس. لما هو ياخد الجلد المصري ويعمل منه شنطة عالمية تتباع بخمس سلاف دولار. طب احنا منعملاش ليه? احنا عندنا الجلد المصري بتاعنا. احنا ليه من نعملاش? اه. هو ده هنا السؤال. ليه بتاعنا مش كويس? يعني احنا فاهماني? احنا عندنا. في الجائف والله العظيم في الجلود احنا احنا افضل كثيرا. بس هو الناس اتضربت بالبرندات برضو. يعني الناس اه في طبقة معينة طبعا انا بتكلمش على كل الناس. اه لكن مازالت هناك اشخاص كسي او اتنين او تلاتة ما يدالوا يحتفظوا باسموه. نعم. والشنطة الناس بتستقسر تجيبها بالف والفين جنيه ويروح اشتره الشنطة ايه اللي مش جلد? بعشرين والتلاتين. عموما التصدير. ايه. التصدير انا من وانا عيالة صغيرة وانا من قسرة ريفية. وانا عرف ان شركة الوادي للحاصلات طبعا دي شركة مش اعلانة شركة قطاع عائد. شركة الوادي الحاصلات بتيجي تاخد ما عندنا البرتقان. واحنا كده زي الفل بيديونا فلوسنا وانتا هنا. تراجعت شركة الوادي بشكل كبير جدا. وقال لك لا شركة الوادي هتتباع وشركة الوادي مش بوقودة. طب ليه يا جماعة قال لك هو بقى خلاص بقى فيه مصادرين زي ما حضرتك بقى رئيس الشابة تحكيلي. قصر فيه افراد هما اللي هيقوموا بهذه العملية. طيب. الافراد يا جماعة العمولات الدنيا ايه? لأ. الدنيا بوزت اكتر. وآآ وانا ازا مسلا آآ بزنا عبرتقان فانا هروح اتحيلة على حضرتك مع ان انت اللي كنت بتجيلي كشركة وتشوف وتاخد البرتقان بتاعي. واحنا مصر من اجوة انواع البرتقان على مستوى العائلة. والبحيرة فيها حاجات بتطلب بالاسم. الخرشوف. سيدي سالم. الخرشوف بطريقة معينة بيتنضح. مركز كامل. ما بشتغلتش غير الخرشوف. انا عشان اعبيه دلوقتي وطلعه يقول لك السنة اه لها مش عارف ايه. اصلا مش عارف في ايه. اه كان كل ده عن طريق شركات القطاع العام. وبعضين فجأة ظهرت بعض الاسماء اللي تشوفها بقى برضو عشان ما اذكرش اسماء على متى استفهام كبيرة جدا هما اللي اصبحوا المصدرين الواحدين للمحاصلات الزراعية في البحيرة بدلا من شركات من شركات القطاع العام. لماذا? سؤال جميل. اولا ساعة كنت اخدتي اه بقوله ايه روس اقلام بس. لكن لو ما تخش في المواضيع بالزبط تلاقي ان القطاع العام حقا اشهدتك كويس. ياكا نعم. انا هقول لحد كده. شركة الوادي كنت فشلة? ايوة فضل بنقول ساعة. فشلة? هوضح لك هوضح لك بعد ازنك يعني. في الوادي وفي النيل كانوا شركات قطاع عام. قطاع عام. ولكن للأسف ما سابتش رجاحهم ببرا. كان بيحصل ايه? بياخدوا منك المنتج وبيطلعوا كل حاجة. بس دايما عندهم خسائر. هلاص? بدليل انهم اقفلوا. لو هو انهم يكسب مكانش يقفل. مش احدا لقفل. مش احدا لقفل. مش اقتروا وراحة. لا برضو نحن احنا فانهوش. ده حاجة. في شركات كتيرة جدا بتكسب وقفل. حضرتك بس هولي ساعتك حاجة. قطاع الخاص النهاردة. اه. يمثل خمسة وسبعين في المية. من المصدري. من المصدري. طبعا. ما انا بقوا يا حضرت. ليه السبب? لان القطاع الخاص بيتحمل مسئوليته كاملة. برا وجوة. خدت بالي حضرتك. يهموا المنتج كل حاجة. ولذلك احنا بنتكلم في كزا نقطة. احنا اولا البركود اللي عاملينه. اللي هم بيطلبوا بالمصدر. هو المفروض المصدر ملوش جاوة. ده ساعتك انا باخد المنتج من الفلح او من المورد. لابد من ان هو يكود الاراضي. بدل ما يطلب من المصدر. هنو يكود انت الاراضي واحنا ناخد المحصول. متكون. لان اللي بيحصل فيه. ليه حضرتك انا هقول لساعتك. يعني انا اكود الارض حضرتك. دي ده نقطة وربعليك فيها بس نقطة تكويت بس. التكويت ده ساعتك بيحصل فيه اه يقول لك انت عايز الوضاعة مكودة ولا عايزها عادية. طب المكودة لها ساعة والعادي لساعة. ما انت بتاخد حقول خالية. لا انا مش عايز كده. انا عايز ساعتك اخد الوضاعة كلها تبقى مكودة وتبقى عن طريق الدولة. خلاص? هي اللي بتكويت. مش عايز اللي بكويت. خويس. تنزل الحجر الزراعي. ينزل وزارة الزراعة. تشوف الموضع دي كلها وتعملها على على الارض الواقع. دي واحد بالنسبة للتكويت. عندنا مشاكل كتيرة جدا في التصديق. انا واحد. انا واحد. درائب على المصدر. درائب المصدر النهاردة بقت لانزل نعمل سلطان. احنا بنطالب. وده قلت الوزير الكان ده في احدى اللقاءات معنا. قلت له يا فانديم انا بقول حاجة الدولة عايزة فلوس. واحنا مستعدين. بس مدى ما تسيرني خمس سنين وترجع تاخد مني المبالغ بفوهدها. واحنا النهاردة الصروف كلها وقفة. احنا بنطالب ساعتك. انا بصدر. بصدر بموضة بشهادة. خد مني على شهادة. قطعي واحد في المية. على ضوء الكلام ده. يبقى انت لا. هتلمي فلوسك واسا جدا. هتدر تحصل. واللي عده حاجات اخرى غير التصدير. حسبه عليها. لكن المصدر المعندوش غير التصدير. بيطلع بشهادة التصدير. بقى يا حضرتك. نيجي بقى للتكلفة. النهاردة التكلفة زادت قوي. ليه زادت? من كتر الجهات الحكومية اللي بتشرف على عملية الفحص. وخلافه. عندنا جهتان هو نفس الفحص. طب انت ليه بتزود عليها الاعباء? لها الاعباء دي اللي ما. باب واحد. باب واحد. الاعباء دي ساعدت. الاعباء دي ساعدت. باب واحد. الاعباء دي كلها بتزيد التكلفة. طبعا. وبالتالي انا لما تصدر برا ما بحقش ربح. ليه? لان انا احقق ربح في حالة واحدة بس. لما كون انا الوحدي الصنف بتاعي مالوش منافس برا. لكن اي دولة بتصدر معايا. انا سنعتي بيحصل فيها. لا احنا انا في حاجات في المحاصيل الزراعية ملناش التوم. لا يا فندم ده التوم العقس. مين منافس? صين يا فندم. صين. لا. لا يا اساس بحيري. لا يا اساس بحيري. هو التوم المصري. زي التوم السيني. ما انا هرد عليه. ما انا هرد عليه. التوم السيني دولة لطا. خلاص يا فندم. اه. بس النهاردة. مطاق. الست اللي كنا احنا كانوا تصدر. وكانت ستة بيت برة. بتاخد التوم المصري اطعم توم. طبعا. بس مشكلته انه هو صعب في تفسيصه. وبالتالي. بيتفرد. لا يا فندم انا هقول لها مش كل ناس بتفرم. وبالتالي ان التوم السيني بقى سهل ايه? تأشيره. ولا لو ما زر. معلش بس هو ده اللي بيحصل. يعني كنت من اكبر ناس اللي بصدر توم. طبعا. ما بصدرش خلاص دلوقت نهاية. لا فيه ما تسمعيني بس حضرتك. انا بكلمك من وقع. من وقعه بالاركار. حضرتك وادي ناترون بيصدره طب. ايوة يا فندم بس كميات كميات حضرتك مش هي التوم اللي كنا بنطلعه قبل كده. ايه. قلت خالص. ايه. لكنا بنطلع التوم بكل انواعه. ايه. مقصوص وبهرش وكل حاجة اللي كنت تسمع عنه يعني. اه الخرشوف. جبت انت الخرشوف حضرتك. بصهرتك. سيدي سلسلة بس الخط كلهم. مهنتهم طول السنة حضرتك او ده وضو حاجة من التسويق الالكتروني لأساس خالي. تخيل. مركز كاملا بيزرع وينظف ويعبي. وما يعرفش يبيع. لازم حد زي الأساس بحيري. هقول لحضرتك. هقول لحضرتك. احنا كنا مثلا سي اسواقنا سي لبنان في في الخرشوف. لبنان النهاردة بها لأكثر من اربع كمال سنين. ما بتاخدش عشرة فلبيا. وإيطاليا. من الكمية. وإيطاليا. وفرنسا. وإيطاليا وفرنسا. كل ده خلاص. ما حدش زي الأول تصديره. ناس كلها وافت. عشر النهاردة منتك بيروح في تعسيدي سالم وغيره. بيروح للمصانع. المصانع النهاردة بتريح الفلاح شوية. المصانع الفلحك بيخش التخليط والأرفروزن. بس. فده بالنسبة للنقطة اللي هي المحاصيل يعني. البصر المصري مثلا. كان أجود أنواع البصر على المستوى العالم. كل اللي بننتظر الموسم بتقوى من الموسم من الموسم. يعني هو اختبار حضرتك اللي هو البصر السعيد الأبيض. النهاردة البصر ما عادش زوجودة. قد تبالك. وتكلفته بقت علية. وأصبح النهاردة كل ما بتزيد التكلفة حضرتك لا تحقق ربا. الاضافة الى ان دعم الصادرات. بدل ما كنا دعم الصادرات. صندوق دعم الصادرات. كنا من الصرف خلال اسبوعين او تلاتة. النهاردة بنقعد بالسلاتين والتلاتة. وعشان نروح ناخد. لازم دلواتين ليه في لفة. ويارضوا خمسة عشر في المئة. ليه? هيقول لك هندي لك المبادرة بدري. هندي لك فلوسك بدري. ده ده من الحاجات الخطأ طبعا. ايوة. لان مهم جدا صندوق دعم الصادرات ده. لكنا نطالب بان يكون هناك امن قومي في ان يكون هناك تصدير بشكل جيد. الدولة في الفترة الاخيرة الحالية قامت حاجة كويسة. آآ اللي هي الزراعات اللي هو يعني انا هزراعات ما هما يخدوا مني. آآ وده حاجة كويسة جدا جدا بالنسبة للملابس والمنسجات. آآ وإحنا زمان وإحنا زايرين كان برضو كل مناسبة يقول لك هجاوز البنت على القطن. هحجة على القطن مش عارف ايه. هل من الممكن ان القطن المصري يعود مرة ثانية بهذه الكثافة. فلقناها دي يعني آآ يعني زراعات هتبقى الدولة هي المسؤولة عنها. آآ زي زمان. يعني ما حصيل القطن كلها والقمح وكل هزيه الاشياء كان بتاخدها الدولة. وبعد يشالت ايديها آآ عن عن الفلاح رجعنا تاني دلوقتي بيعملوها. تفتكر داي فيه. افتتعى الملابس والمنسوجات آآ في آآ زراعات القطن. اكيد يا فنلم القطن المصري من اجود انواع القطن في العالم. وهو عموما طويل. مش يستبدلوه بالصين. ولكن الاستهلاك العالمي الاستهلاك دلوقتي تستهلكه قصير التيلة. ففيه في شرق العوينات آآ مزارع في شرق العوينات بتنتج قطن مصري قصير التيلة. بتدوق في التجربة دهية. وطبعا القطن المصري ما يعلاش عليه عالميا. ولكن آآ دلوقتي الملابس مخلوطة بتبقى عبارة عن آآ بوليستر. بوليستر. اضافة لإيه? لأطنيات. بس مثلا الملابس الداخلية المصرية لا يضعيها اي حال. لا طبعا ما هو ما يعلاش عليه عالميا وما صنع الجيل اللي طبعا كان بتنتج. آآ احنا كنا كان في خط انتاج كامل لفرنسا. كنا منصدر لفرنسا انتاج الجيل. بس عارفة. الجيل الاطنيات دهية. طبعا. لفرنسا اللي ملابس الداخلية. طبعا. والمنصدرها ولازمنا بنصدرها لفرنسا وبيطلبوها مننا. والفوت. نعم فاني. الفوت. الملايات. الفوت والملايات. طبعا ما طبعا احنا الوقت بنصدر ملابس جاسة حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا. آآ فطبعا احنا عايزين نرتخي. وليه طبعا. شوية ما بسان. بس لازم نرتخي. طبعا. 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 الدهر الابيض لازم ي. تراجع. يستزرع تاني. ولان احنا دلوقتي قدامنا القطن البيمة الامريكي والقطن الاسرائيلي كمان طويلة تيه للبيمة. فده بيعمل لنا تنافس قلب السوق الاسوق المصرية. اضافة لايه. التكلفة العالية زراعة القطن وجنايته. والناس بطالت تزرعوا ليه? اقول. لانه انا حاطر طول السنة وبعدين حاطره في المغزر. ما عنديش حد بياخده بشكل كافي. لا بياخده. لكن لما الدولة هتاخده المسألة هتختلف. هو بياخد فترة تسع شهور زراعة القطن طويلة تيلة. القطن قصير التيلة بياخد دورتين اقف ودخل وبيتخش في التالتة. فطبعا الاوفر واجود بالنسبة للشغل. انا بتكلم في ايه? في الصناعة نسيج. في الصناعة نسيج بتحتاج اصير التيلة. حتى الجنس والاقماش ادائية بتاخد اصير التيلة اكتر. ايه. كميات كبيرة. يعني احنا عندنا مصانع في مصر بتنتج ستين مليون متر جنس في السنة. وبتوصل وبتحصل كمان سبعين مليون. في القاهرة. في مصر في القاهرة اه. في عبور. اه. فسيجتك احنا برضو ما عندناش مكانات سباغة الجنس. لا عندنا مكانات سباغة الجنس وكل حاجة. بس احنا محتاجين تسويق الكتروني. طيب. احنا بقى حلو قوي نحلمتا عنتا. لا. طبعا. استاذ خالد احنا ينقصنا ايه بش مهندس علشان ما يبقاش انا بسوق لنفسي الوحدي. وبحيري بيه برضو نفس. ينقصنا ايه? احنا ممكن نمشي بطريقتين متوازيتين. الطريقة الاولى ان لازم كل مصنع يكون عنده دي بارتمنت او قسم للتسويق الكترون. ده وانا قدمت هذا الموضوع من اتناشر سنة. تمام? للوزير الاتجار السابق. ان لازم في حاجة اسمها مسوق الكتروني في كل شركة مصرية. لازم. في ناس مش مقتنع. يفضل بقى يعاني. يفضل يبقى يقول في المشاكل. الانسان اللي يقول المشاكل ده حضرتك ما عندهوش جهاز تسويقي قوم. صح. من الاخر. النهاردة مثالة طوم اللي قاله استاذنا. ليه هو ليه الصين اكسر رواجا وليس اكسر جودة. الجودة المصري. بس ليه اكسر رواجا? لانه عندهم فلسفة وعندها حكومة بتدعم التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني. وقفت مع جاك ما. اللي هو علي بابا طبعا حب نتكلم على الصين يعني يعني علي بابا. النهاردة علي بابا النهاردة حالك كل مصانع الصين بتصدر عن طريق علي بابا. احا. طب فين احنا? فين بقى هنا الطريقة التانية اللي هي دور الحكومة. احا. لعمل آآ آآ موقع قوي. تمام? زي ما قولنا احنا زمان السوق العربية المشتركة. طب احنا مش عارفين نعملها لارض الواقع دلوقتي. طب بنعملها اونلاين. السوق العربية المشتركة. اونلاين. السوق العالمي. اذا نجحتش. مش كبسكة الدكتور الجويلي. اه. رحمة الله علي. ما كانتش. مش ضبط كده. طب ما نعملها اونلاين. انا بتكلم على كده. يعني ايه اونلاين? يعني نعمل موقع. تمام? بنقدر ان احنا كعرب مش كمصر بس. ان احنا نصدر كلنا من من خلال هذا. يمكن الجامعة العربية تقوم بهذا الكلام. بتعمل صندوق لعمل اقوى موقعي ويناهد الامازول ويناهد علي بابا والكلام ده كله. يبقى ايه النهاردة عندي جهاز تسويقي في شركتي. وعندي الحكومة بتدعمني ايضا بيجي التجارة الالكتورنية وتعمل لي وتعمل لي تخدمي ايه كاتلوب. حضرتك قلت لي. يعني. ان الحكومات لا تصنع المودلس. او رو مودلس. تمام. لكن الافراد هما ما انسى نعو ذلك. تمام. لماذا لا نبدأ بانفسنا ومن الغرف التجارية. آآ لان الغرف التجارية لها دور. اين دورها في هذه المأساة اللي احنا عايشينها في اشياء كثيرة جدا. نعم. بالنسبة للتجارة. هو لما نيجي نقول لهم في غش تجاري يقول لك. مم. وانتو كل يوم تجيبولنا حماية المستهلك. وآآ الحلقة القضعف هي آآ آآ يعني المنتج والمستهلك. لا. في حين انه انا شايفة ان الغرف التجارية يعبرها عن اجتماعات وندوات ومش شايفها على ارض الواقع. هي حركة احنا عندنا عارف نقطة التجارة الدولية وفيه الغرف التجارية. غرف Halls بتساعد اكتر المستوردين عسب ما اعلى. نقطة التجاررة الدولية بتتساعد لماذا؟ ليه؟ طب واحدرتك بتحسأل موزفين سجارة التجار ليه في الانتخابات؟ آآ تسعين في المية من المصادرين ما يعرفوش نقطة التجارة الدولية لان ما فيش تزوم عليها من الدولة. هي فين نقطة التجارة الدولية؟ موجود منها هنا موجودة في شريع فوآد في محبط الرامع تتبع وزارة التجارة والصناعة. طب بتعمل ايه? ما بتعملش حاجة. انا اسف يعني. ما بتعملش حاجة. بالرغم ايه ما بروح لها بتديني كل حاجة مجاني. وده انا عاود صدر بس. بتدي لك العناوين اللي في المالية اللي بتستورت. بتدي لك الاكسر الدول استراضا للحياة. كل حاجة مجاني. بس انتم اعملوا زومينج الموضوع ده. انشروا هذا الموضوع. مين اللي انشروا? الوزارة. وزارة التجارة والصناعة. هم النقطة ما يعملوا كلامنا. طب وانا عايزة اسألوا حضرتك حاجة. والغرفة التجارة متعملش ليه? جمعات عجل اللي عملتها متعملش ليه? احنا احنا باندل خالفات تجارية. استاذكم. نستنى الدعم اول المعلومات من الملحق التجاري اللي في الخارج. وحنا مش ممترضينيه. انا اوضح يا تجارة. وغوفة التجارة ما بتتأخرش عن اي حد. لا الاولة احنا في الوحة تجارية. عندنا اقسام لكل المناطق في العالم. افريقيا. في اوروبا. في الدول العربية. لنا موظفين واختصين. انا عايز حاجة من افريقيا. هم بيبحثوا لي. ويعرفوا مين. ونجيبوا الملحق تجيئني. ونتكلم معها. وده حصلت لقاءات كتيرة معهم. يعني الغرفة التجارية ما ما بتآ آآ 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 على طول دايما بتبقى موجودة زي ما نطب يعني. واختبار عارتك حضرتك. ان احنا الغرف تجارية عندنا بتعمل كل حاجة احنا عايزنا. ولكن المشكلة احنا عايزنا من الحكومات بقى. انا باتكلم على حضرتك التنمية لها الجناحي. الجناحي التنفيذي والمجتمع المدني. المجتمع المدني تمثله الغرف التجارية. وتنفسه حماية المستهلك جماعيات حماية المستهلك وجماعيات رجال الاعمال. كل هذه الكيانات مهمة جدا. مش حاعد اقول لي ما استنيها الدولة. حضرتك محق جدا في مسألة الدرائط. محق جدا في صندوق دعم المصدرين. لكن انا انا كغرفة تجارية. انا ميبقاش عندي موقع الالكتروني قوي جدا جدا. اسوق منه ليه? يا فندم انا كل مشكلتنا مش في زال سوئي. انا اعتبر الموقع. عالميا. انا اقول بشي. احضرتك اعتبر الموقع الموجود واحنا شغلينه كل حاجة. بس الوشكلة في ايه? احنا عندنا في الحكومة. الحكومة النهاردة عاملنا معوقات للتصدير. زي موضع حضرتك. انها تكلفة عندنا عالية جدا. النهارة تكلفة الحجر الزراحة. تكلفة اه عائلة اه عائلة سلامتك ازال. كل ده احنا كنا الاول شغلين زمان بالرقابة صدرات الواردات بس. كنا شغلين كويس جدا. ما عملاش اي مشكلة. النهاردة كل جدا. ما هو عشان حاجة ده حاجتنا كنت بترجع. لا يا فندم. اه 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 عفنا اه في البطاطس. احنا كنا اكبر مصدرين بطاطس. اه ترجعنا. احنا احنا نازلنا بناخد بنطلع كمات كويسة جدا. بس الفكرة مش فكده. المشكلة هي النهاردة المصدر اه حريص حاليا دلوقتي. حريص على اسمه وصوبعته. لانه النهاردة تلات تربع البطاطس بتروح لحساب المصدر. وليس انه بيعها. اه. فبالتالي هو لازم يعمل حساب عميله برا. انه يطلع للمنتج. منتاز جدا 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 جدا. اه. لازم. خد بالحالتك. احنا بنعمل كل حاجة. البطاطس دي باع تانية. وشغل كبير جدا. وحنا بنصدر كمات كتير في البطاطس. وعندنا ناس يعني. وتعاوي البطاطس. بتقوى بتيجي من برا حضرتك. بتقوى بتيجي من برا. اما حينيها بتزرحة برضو هي اه. اه. يعني سوريا في ايد ناس معينة. بزا. بتجي بيها. وبتطرى تاخدها بتحمل ايه. النهاردة فدان البطاطس حضرتك بتكلف من خمسة وخمسين للستين الف جنيه. طيب علشان هي. وبيديني كم طولنا حضرت بجينة اتناشر طول. فاصبع النهاردة المنتج بيطلع من الارض غالي. وبالتالي ان التصدير كله النهاردة دد ميت. بشمونس خالد. هل الانبلاج او التعباقة الخارجية لها عامل مهم. بيجي لك. هرد الاستاذ بحير. لا دا 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 دي مهمة ازا صارتك دا في حتة مهمة. سألتي سؤال له. السؤال دا ايه نحن. اه. التعباقة مع احتراما ازف يعني. السورة هي المسوق. اه ما هو تسوق بتكلم براحة بعد كده. انا بتكلم على الاملاج او التعباقة. التعباقة النهاردة احنا كنا الاول ما بنهتمش فيها اوي. الوقت حضرتك احنا بنهتم جدا جدا بالتعباقة. هترحض. سواء كرتون سواء اشوالات سواء كل حاجة كمنتج بينزل فيها احنا مهتمين بها. بس المهم اسعار ايه الاسعار النهاردة المهار التعباقة بقت عالية جدا. ومحطات التعباقة. لا ما احنا محطات احنا اللي بنعم بها. يعني احنا كمان. اه يعني احنا كمان. اه يعني اه نفس التصور. احنا ليه بنقول التجارة اللي هي بتحل كل المشاكل دي. هارجع لحضرتك. هاخد حس قطع المزئية بتاعت التعباق. ونرجع بقى لحضرتك. على شبكة الانترنت عموا نحن نعتبرها ان هي قارة. الانترنت هي قارة سبعة او قارة. حول ما. تمام? فالنهاردة انت لما بيقالك مكان داخل هزي القارة. ما بتروقش لبلدك او بتروج لبلدين. بتروج للعالم. يعني ما بتعمل اعلام مسلا عن طريق جوجل ولا عن طريق الفيسبوك. العالم كله بيشوفك. مش بس. طيب العالم بيشوف ايه حضرتك? على الانترنت. بيشوف زي ما حالك قلتي. وبيشوف الشكل الجمالي للمنتج. ما بيلمس المنتج ولا بيشوف نوع الجلد ايه. الشكل الجمالي بس كمان. يعني. اه. يعني الفيديو اللي بتعمل للمنتج. لا. طريقة التسويق. يعني مسلا الناس ما عادتش تاخد حاجة فيها بلاستيك. خالص عشان البيئة. اه معادتش تاخد اه اقول لك ايه. يعني في حاجات معينة كده. عالميا هي مكروهة. عمرك ما هتروح تشتري حاجة. نعم. من محل برة ويدهالك في كيس بلاستيك. الناس ريكا التاني. وقا بيخيارك يعني عاوز كيس ولا? اه. اه. بالضبط. عشان انما انا بتكلم على نقطة ان ان انا طالما انا عارف ان بتاع او المستهلك بتاعي. بينظر الى الشكل الجمالي والفيديو اللي بيعرض المنتج بصورة المالية. زبط. يبقى لازم ان انا اعمله هزا الكلام. لزلك لما بيقول ليه الصينيين متفوقين اكتر دولة في العالم مصدرة واكتر دولة. يعني دولة عوزمة الصين بالنسبة لي انا. انا عشرين سنة في الصين. تخش اي مصنع لازم تلاقي فيه اربعة بتكلموا لغات. الصين اللي هي ما كانوش من عشرين سنة ما كانوش. بس دلوقتي لا. اقل مصنع فيه اربع بنات بيتكلموا لغات. انجليزي وفرنسي والماني كل جهة. بيروح انتظرت من المطار وبيغدق على الفندو وبيفسحك وبيوكلك وبيشربك. عشان مثل الصيني. الصين طبعا من دول تانية كتير. طبعا عشان تستوردي منه كنتينر. كنتينر واحد. بس الكونتينر دول خلاه زبوب مدى الحياة. كل شهر هياخد منه كنتينر. اه. بيصرف عليه. قبل ما بييجي ده بيعمل له تجهيز خرافي. قبل ما بيوصل الصين بيعمل له تجهيز ذات تخيالي. لا لا مش كل منتجات الصين. فيه كاتجرية. يعني. يعني. فيه منتجات ترميها ما تقدرش. لا لا هنا بقى السؤال بقى السيارتك. مين اللي بيخلي الصين تعمل منتج المستورد. اه. عشان استعد. اقوى دولة في العالم. منتجها اعلى جودة في العالم هي الصين. ده الناس ما تعرفوش. انا بقى روح حضرتك انا عشرين سنة في الصين حوالتها. انا عشرين سنة في الصين ودخلت ملايين المصارع. انا النهاردة هروح اقول له اعملي النضارة دي. النضارة دي بتتعامل بعشرة جنيه ويتتعامل بخمس تلات جنيه. انا اللي بقول له اعملي دي بعشرة جنيه. انا مستورد. انا مستورد. انا مستورد. الرجل اللي خليجي بيروش اعمل سبحة حضرتك بريال. وسبحة بخمسمون تريال. انا لسه بنتكلم تلوقتي. هو عاوز ليها. لا. هو عاوز ليها. لا. انت بتحفظ على منتجك. انت عطيك. صدرت للعالم صمعة رصد السيني. لا ده هو مش براند. صح ولا غلط. خليناك ده مش ميزة. ما ما يفعلوه. ليس ميزة. انا اللي وجد نظري انا. هو بيعمل كم. الضعيفة. هو عاوز يكسب. حسب طلب العميل. يعني ايه حضرتك اكسب. العميل اللي عاوز كده. اكسب وانا سمعتي بقيت ان انا باخد حاجة صيني. طيب لو انا بقول لك انا عاوز المنتج ده وحطولي في كيس بلاستيك. احطولك كيس بلاستيك. لا. عاوز لك مش حتيكشان بيئة. هو بتكلم. ما بيش كلام ده. يعني بتكلم ليه هم متميزين في التسويق يا استاذة العميل. ليه هم متميزين في التسويق. تسويق ده. اه. يعني يعني عشان كده احبتكلم بنقول ايه? بنرجع تاني ونقول احبتكلم عن مصر دلوقتي. عاوزين جهاز تسويق الكتروني او او يكون فيه. انا ضد انه يبقى ضد الدولة. مع الدولة. صدقني. اه. مش مع الدولة. اه غرف تجارية. جماعة رجال اعمال. اه جماعة حماكن مستحرك. لازم تقوم بهذا الدور. وده دور كبير جدا. والناس هتشترك فيها. على فكرة اه ما هو انت انا هعمل لك الوابسايت. اوكي? لكن انا مش هحط لك منتجك عالميا ولا اسوأك. نعم. ايسا اعلى. ما هو. الا ازا الناس اللي بيجيب الموديلات وبيديك جودة ويقول لك انا مش هاخد منك. فيه مصانع برج العرب مزايت يعني. اه. اعتمد على السعر. اه. اعتمد على السعر. والجودة لازم يكون اه فيه بتاعه كويس. حتى ايقدر ينافس. فبالنسبة للملابس بتاع المصرية من اعلى الملابس العالمية. من احسن الملابس العالمية. حضرتك اه. ما سعره ممتازة بالنسبة لمصر. اه. ومطلوب عالميا. لدرجة ان فرنسا بتاخد الفنلات والحاجات الجيل. طيب حضرتك رئيس الشعبة. قال ايه وجد مشاكل جوه الشعبة للمنابس. ده بيصرحوا فاند. منابس الجهزة. حتى على اه انتاجهم مش قادر يواكب السوق المحلي. لان السوق المحلي مش قادر يستوعب كم هزا الانتاج. وانا اعرف يعني مصانع قفلت في برج العام. ما هو قفلت لي ايه السبب? لامكانيات مادية. المحتاجة طبعا ايه? مادية. طب فين صندوق دعم الصادرات? صندوق دعم الصادرات ده موضوع. مش الناس دي بتصدر? فينها من المصانع اللي قبل ما تقفل? ما هو ده بيصرفك وبعد كزا سنة. باي بحضرتك انا دلوقتي بعمل منتج وكان الاساس خالد يقولي الناس تعمل يعني براندني اوكي. ويعمل نفسها اسم. الشباب الصغير بيعملوا كده. ما بيلاقوش حد يدعمهم. وصدقني. بيشتركوا. وبيحاولوا. وبيعملوا. طب انا عايزة حضرتك وحضرته. بدل ما نتكلم على اه اه ان الدولة هي اللي تعمل. لا. ده كينات المجتمع هي اللي تعمل. بالاشتراك مع الدولة. مع التفاة مع بعض. الدولة نتكلم فيها في انها في مسألة الدولة. لا ونزيل معوقات. اه اه. لكن لكن حضرتك انتم ككينات كغرفة تجارية كرجال اه. هقول لساعتك. لازم تدعموا صباركم. هقول لساعتك حاجة تانية ما بقى. عندنا كمان حاجة اسمها مستلزمات الانتاج الخاصة بالتصدير. خلاص. النهاردة حدرتك مصانع قفاليت بسبب هذا العضوح. فعلا. اسكندرية مشهورة بالاساس ومشهورة بالطحف. طبعا. ومن احد اعضاء اشراب عندي بيشتغل في الاساس والطحف. مش عايز اقولك يعني حاجة رهيبة. اولا كل مستلزمات الانتاج الخاصة بالتصميع المحلي اللي هو الهند مين خدت من حرطك بيعتمد على الاستراض من بره. وبالتالي بيهضوا عليهم جمالج ويخضع عليهم. زي احد الاخشاب مثلا? الاخشاب. اوكي. سيب الخشب كمان اللي هو اه برتون الحاجات الصغيرة اللي بتخش في التصميع النحاس. لا النحاس احنا عندنا. ايه بس في نقطة حضرتك. رفعوا سعره جامل. لا ده ده القصة في موضوع الاخشاب ده ان احنا بأزوء العام بتاعنا لا يستوعب هذه التحف الجميلة. الناس كلها عايزة المودرن والكو. ودينا حضرتك. اه يعني. لكن لكن. انا عندي. ده اكلة. السعر الارخص. السعر الارخص. النهاردة هو مش حال بيصدر. المنتج بتاعه بعد ما عمله ووضبه. النجف. الحاجات الصغيرة بيتيجي مع النجف. التصنيع اللي هندي بيت ده. بيتباعه برخص جدا. جدا. بس المشكلة في ايه بقى? المشكلة ان ان يا مستلزمات الانتاج دي اهت النهاردة. ما بيجيش ولو جاب بسعر غالي جدا. طب انا بأؤكد حضرتك انا ما عندهم مش مشكلة بتوع الاخشاب غير التصوير. اه. التصوير كارثة كارثة كبيرة. ليه? لانهم ما عندهم يعني الخشط الدنيا ماشية. النحاس احنا النحاس عندنا مسابق كتيرة جدا وبيعملوا حاجات عند ميد رائعة. لكن ما عندناش تسويق لهذه الاشياء. لأ. يعني الغرفة التجارية عملت معرض وكانت مشرفة عليه المهندسة سامية مصطفى. معرفوش. انا عندي حضرتك الشخص اللي بايتكلمك عنه. يصدر مرض. خوز جدا. اه. يصدر لأوروبا كمان. اه. بس المشكلة بقولك بدأ يعاني من مستلزمات الانتاج مش عارف جدا. صغار التجار. دي دي النقطة اللي لازل تكلم فيها ورد. صغار التجار. الناس اللي عاملين آآ بقى صيغة مراته وعملوا مصنع صغير وآآ آآ وبيشتق بلاش بيقفلوا للغير. اعملوا صناعات تكملية للغير. لا انا بقفل لغير يعني حضرتك بتقولي امال اعملي لي خمسين ترينج. فانا اللي بعمل بقفل لك. بتجيب امي مقصصين. وانا بقفلهم لك. اه. انا مش لقيا سوسطة. والفنش بتاحهم ازاي? هعملهم كويس. اه. هعملهم كويس. اه. اديني مش لقيا سوسطة. طيب. مش لقيا زرار. هل احنا نضبط مصر ان احنا يكون عندها مصنع سوسطة. مصنع زرايا. طب ايه المشكلة? تتعمل. اما الايه المشكلة? سماعات متناسة الصغة. لأ السوسطة مش متناسة متجاة ما ينفحش يتعامل في مصر حضرتك. ولا في اي دولة. السوسطة بطيئة ايه او ايه? ايه يعني السوسطة دي مثلا. حضرت دي لازم تجاب من الصين. ليه? ما تركيا فيها سوسطة. لا. لا انا بقول له حضرتك فيها سوسطة. انا في تركيا حضرتك بقولك بكل سوسطة من الصين. وبيستورده من تركيا سوسطة. ايه حضرية? 90% من اللي في تركيا من الصين. انا كنت هناك وعارف ومنستورد بين الصين لتركيا. ايه? ما نحول لك ليه? ما نحول لك ليه حضرتك? عارف هيك النعل بتاع السكيتشا? اه. ها? ما يتعملش في اي دولة في العالم. الا في الصين. ليه? عشان الروماتيريال. مش موجودة غير في الصين. الروم المواد الخام. موجودة ربنا عطها لهم دي. زي الهند اللي هو الاسباب. الاسباب بتجاب من الهند رقم واحد. بعد كده فش بقى على سيبة جايجة والكلام من ده وبتاعة. انا بتتكلم النهاردة على ربنا عطها. زي اللي هو رخام الاحمر عندنا. مش موجود. انا انا هميني مصر. عندنا رخام. توصل. يعني. ما لازم انظر الاحمر اللي حوالي يعني انا تميز. ازاي نيوصل. يعني. يعني. لازم استغل كمان. اه. لازم يعني. ميت ميلاد غاية كبه من التجارة الترنيه. بس من التجارة الترنيه. يعني. افتطرك او انا بس قبل ما اختم عندك. اه. كلمات. اه. ما عليشش ان نحادس بعضنا. احنا حضرتك ممكن يتعدى المطلوب للتصدير ويتجاوز المية مليار ونوصل لميتين مليار. اذا اتبعنا الخطوات اللي قلنا عليها ان هو ازالة المعوقات بالنسبة للتصدير. طيب. انا متفقة مع حضرتك. دوركم اه كشعب وكغرفة التجارية. تكلمنا في الكلام دي. لا. مع صغار التجار. دوركم مع صغار التجار. دوركم في الدورات التدريبية وتأهيلهم للفينشينج وللتسويق الالكتروني. اكيد لكلام حضرتك. اه. اه. عاملين دورات تبدأ من الحد الجاي لصغار التجار على اساس لصغار التجار والمترايات الصغر. عشان يبدأ ويأخذوا دورات تدريبية لكل شيء. ليش انا المصادر اشتغلها يعمل شغلة تجارة داخلية. اعملها. في دورة تدريبية كاملة. وبدأ كمس صدرات كمان. مش مونس خالد. انا اه تفكر جديا في ان يكون هناك دورة خاصة بتسويق مش بالتسويق الالكتروني ولكن بالضريبة بالفاتورة الالكترونية العديد من الهيئات والاماكن والتجار وكبار التجار لا يعرفون. كيف يعني يكون هناك فاتورة الالكترونية ولحنة. نعم. اه مصر تدخل بخطوات جدة في الحوكة. هو طبعا الفاتورة الالكترونية يعني عشتنا بقولت برضو نرجع تاني الالتجارة الالكترونية. العالم كله ما بيعملش فاتورة الالكترونية الوحدة. الا مصر بس. الفاتورة الالكترونية حرج بيتعامل من جوه الموقع بتاع التجارة الالكترونية. لازم اجبار اي دولة في العالم تقولك انت عشان تعمل الموقع وتسجل في الدراية. حضرتك ساعد الناس بقى لان احنا عندنا مصيبة في موضوع. اخيرا اه الملابس الجاهزة من الحاجات اه الرائعة في مصر واه احنا بحتاجين تغيير ثقافة المواطن. اعرف ما نبتدي نقول اه لان عقدت الخواجة ما زالت مسيطرة على المصرين. اه اه. تحياتي. نورتوني وشرفتوني. وسعيدة جدا بتوجوتي معكم. ومن هنا مشاهدينا يا باقي. اسطر لنا الباقي. يا ربي. فاصبر لها. لعلها. ولعلها. ولعل رب العباد يحلها. تحياتي احمد صمي. شكرا. اشتركوا في القناة.